هنا الله المشكلة التانية من وجهة نظر أخرى تماماً يعني المشكلة التانية بتقول أنا زوجة وأم الحمد لله نجحة في حياتي وبقوم برعاية زوجي وتلبية احتياجاته لأنه بصراحة يستحق كل خير تحنون وكريم وبيعشق أولاده وإحنا فعلاً دنيته المصيبة في صديقة عمري اللي تعرف عني كل حاجة وللأسف كنت باخد رأيها في حتى هدايا جوزي وساعات برسلها لشراء أشياء خاصة بجوزي لأنها بتعمل في مول تجاري وعندها وقت أكتر مني إلا أن في يوم كسرت ساقي على سلم الفيلا ووجدت زوجي بيستدعيها والأمر عادي صديقة التفولة وأنا في أزمة أحتاج المعونة لكني لاحظت شيئاً غريباً اختفاقها بالساعات وعندما أنادي على زوجي يتعلل أنه خرج للمسجد حتى أخبرتني الخادمة أنهما معاً في غرفة المكتب وتأكدت هوجيثي عندما نهراني زوجي أمامها لأن أحد الموظفين بيحادثني وكنت قبل كده شكت لها من بعض تصرفاته وهي تعلم قدر حبي لزوجي وأن عمري ما خنته أبداً صارحتها صارخت في وجهها تعلقت به أمامي أنا وأطفالي قائلة أنا عمرت بيت جنب بيتك ما سرقتش منك حاجة نهرت زوجي بكى وتشبث بيه طلب مني الصفح وجدت أولادي يتشبثون به أيضاً صارخت فيهم جميعاً أكاد أجن ماذا أفعل أنا مزهولة من أمرها ومن سلبيت زوجي الرجل المتدين اللي استسلم بسهولة أفكر في الطلاق لكن قلبي ما بيطوعنيش من أجل أطفالي هل جزائني فتحت لها بيتي بعد طلاقها؟ لا حولا لا أخواتي وتجردها من كل شيء دبريني يا أمي عايزة أبكي في حضنك يا أمي الله يكون في عونها الله يكون أنت صدمتين صدمة زوج وصدمة صديقة بنا يكون في عونك لأن فعلاً سلام على الدنيا إن لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد من صفة بس عندنا أي قرآنية بتعلمنا أن لابد للصداقة تكون لها ركائز إيمانية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإذا كانت عجبتك طريقتها في التعامل في ظرفها خفها عليك شوية الحواديد اللي بتتعامل دي اللي لازم تبقى مفهومة لكن ما كانش عندها ركيزة إيمانية حقيقية هذه السيدة وإنت بتحكي أسرارك بطيبة نفس وخلي بالك إن إحنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن فيه أمور ما تتحكيش ما فيش واحدة تيجي توصف صديقتها لزوجها وما فيش واحدة تتكلم عن زوجها وتحكي مزاده قدام الناس وما فيش واحدة تدخل حد بينها وبين زوجها لأن القلب قلوب وكمان اوعي تنسي إن فيه نفس أمارة بالسوء ممكن تتحرك ممكن تضرب بالصداقة عرض الحائط زي ما صاحبتك عملت بس عايز أقولك إحنا مش هنفكر وإحنا زعلانين كده ولا تغدي قرار وإنت منفعلة لكن إيه دي كده؟ وعرف إن أنت السبب عارفة ليه؟ لأن لابد أن تكون هناك خطوط حمراء ومساحة خصوصية لا القريب ولا الصديق يقرب لها بيتك ده سترك جوزك ده حياتك ما تتكلميش عنه يا ستي أنا بزع القوي لما لقي بعض السيدات تروح بنزلها صورتها ويحضن جوزها على الفيسبب ليه يا ماما؟ وحط صور ولادها كده ما ينفعش أنت ما تعرفيش نفوس الناس فيها إيه؟ إحنا مش عارفين اللي متداري جوه ده إيه؟ يعني لو تكاشفتم ما تعرفتم في ناس نفوسها صعبة أو يا بنتي لكن إلا من قتى الله بقلب سليم اللي بيخاف من ربنا وبيخاف حتى من الكلمة واللي بيخاف حتى يظهر الشماتة بأحد لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك اللي بيخاف من عضل الله ده حاجة تانية اللي بيخاف من نميمة اللي بيخاف من كل ده ده حاجة تانية عشان كده بيقولك أنت أخطأت خطأ كبير قوي أنك دخلتها حياتك وأطلعتيها على أسرارك وفرقتيها خبايا بيتك واحد بهذه الأخلاقيات طبعا لازم يتحسد ده في ناس اتحسدت لدرجة أنها انتقلت في ناس اتحسدت لدرجة الانتقال فخلوا بالكو حبيبي داري على شمعتك زي ما بقولها لا تطفيقي شمعة السعادة بأنفاس الحاقدين اوعي اوعي اخلي حد يقرب على عشك وعلا